اشتركوا في القناة البريد الالكتروني التي يتم استقبالها وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم إظهار إرشادات توضح ما إذا كانت هذه الروابط تؤدي إلى صفحات تصيد البيانات والتي تستهدف الحصول على بيانات تسجيل الدخول ونطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية تقنية جديدة بهواتف سامسونج لفحص مستوى الكحول في الدم تخطط سامسونج لإضافة تقنية جديدة في الأجيال المقبلة من سلسلة هواتف جالاكسي نوت بإمكانها قياس مستويات الكحول باستخدام قلم أسبين الذكي والمايكريفون ومن المنتظر أن يمتلك قلم أسبين أكثر من تقنية حيث سيكون قابلة للإنحناء لاستخدامه مايكريفون إضافيا أو كجهاز لفحص الكحول صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم غرغرة للفم لقتل الجراثيم الخارقة اكتشف باحثون أمريكيون أن استخدام غرغرة للفم تحتوي على فيروس يدعى فاكوس يمكنها أن تقضي على الجراثيم الخارقة التي تهلك عدادا هائلة من البشر على امتداد العالم وتسبب الغيبوبة لبعض المصابين قبل تفاقم حالتها وختاما مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم مساكنات الصداع نتائجها عكسية حذر بروفيسور ألماني من أن الإفراط في تعاطي المساكنات لعلاج الصداع قد يكون له نتيجة عكسية ويؤدي إلى الإصابة في الصداع وأن المساكنات تعمل على تقليل حساسية الألم فإذا تناولها المرء فترة طويلة يعمل الجهاز العصبي على رفع حساسية الألم لاستعادة حساسية الألم الطبيعية مرة أخرى اشتركوا في القناة